حروف و معاني السلام عليكم حديثنا عن الثبات والثبات على الهدى مطلب عزيز ومنشود للمؤمنين به سعادتهم في الدنيا والآخرة مدح الله المؤمنين بالثبات من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله ما غيروا عهد الله لا نقضوه ولا بدلوه بل ثبتوا عليه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما يكرره يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أمر الله المؤمنين أن يثبتوا على الهدى حتى يلقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أثبتوا على الإسلام هذا معنى حتى يأتيكم الموت هذا معنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حتى يأتيكم الموت وأنتم على هذا الدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أثبت على ما تعرفوا من الحق لا تغير ولا تبدل مهما كانت المغريات ومهما رأيت الناعقين ومهما كثرة الذين يتشدقون بخلاف الحق أثبت على ما تعرفوا من الحق الثبات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما علم شداد بن أوس اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد قال ابن القيم الدين مدار على أصلين لاحظ الدعاء أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد الثبات عزيمة قال الدين مدار على أصلين العزم والثبات فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق الثبات طريق الخلاص يتحدد المصير بناء عليه واشدد يديك بحبل الدين معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه إذا ثبت اليوم على الدين تثبت قدمك غدا على الصراط يوم القيامة المسلم في هذا الزمان أحوج ما يكون للثبات لشدة المغريات أنواع الفتن يكتوي بنارها يوميا شهوات شبهات صار الدين غريبا عند الكثير صار متمسك القابض على الجمر في بعض الأحيان مواطن الثبات كثيرة منها الثبات في الفتن والشدائد فتنة المال فتنة الجاه الرئاسة النساء فتنة الزوجة فتنة الأولاد فتنة القهر والاضطهاد فتنة الدجال الثبات على الطاعة أيضا مطلوبة ثبات المرأة على الحجاب ثبات المسلم على صلاته ثبات العبد على سننه ثبات الداعي على الأمر معروفة عن المنكر وعلى المنهج ما يغير الثبات على المنهج الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحدثات الأمور فإن كل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة أيضا الثبات عند الممات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر إذا سؤل من ربك ما دينك من نبيك نسأل الله الثبات مما يعين المسلم على الثبات التزام أمر الله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيته أيضا في القرآن قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا هذا مما يعين القرآن يعين الدعاء والتضرع إلى الله أيضا اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور يعني أن أرجع أعوذ بك أن أرجع إلى المعصية بعد أن كنت في الطاعة أعوذ بك من أرجع إلى النقصان بعد أن كنت في زيادة وأيضا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أيضا الثقة بالله هذا إبراهيم لما ألقي في النار كيف كان ثباته ما تزعز على ثقته بربه وكذلك موسى عليه السلام لما جاء البحر وراءه جنود فرعون قال كلا إن معي ربي زيادين والذكر الذكر الذكر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا وتدبر سير الصالحين مهم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ومواقف الثابتين قصة أصحاب الأخدود سحرة فرعون وزوجة فرعون ثبتوا حتى قتلوا على الحق كعب بن مالك كذلك في غزوة تبوك لما أرسل له ملك غسان وهو في المحنة مقاطع يقول بلغني أن صاحبك قد جفاك ولا بيجعلك الله بداري هوان ولا مضيع فالحق من أن واسل قراء كعب الخطاب من مالك غسان إلى واحد في المدينة قال هذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها أحرقته روى مسلم رفض العرض المغري ولما دعي عفان المسلم الأنصاري للمحنة يعني أن يجيب أن يقول القرآن مخلوق امتنع قيل له يحبس عطاؤك وكان عطاه في كل شهر ألف درهم قال وفي السماء رزقكم وما توعدون اللهم ثبتنا يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حروف ومعاني